ونحن نودع الكاميرون نذكر نبذة يسيرة عن تاريخها من الاحتلال إلى الاستقلال في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي غزل ألمان سواح الكاميرون وكان أغلب السكان مسلمين فنهبوا الخيرات واستعبدوا السكان وعبثوا بديانات ولغة وعادات وتقاليد الشعب ثم بعد الحرب العالمية الأولى غزم الألمان وحل مكانهم الفرنسيون فسيطروا على الساحل ثم اتجهوا للشمال وقد كان الشمال منظم له حضارة وفيه سلاطين مسلمين نادى السلاطين بالجهاد ومقاومة الاحتلال وبسبب قوة عدة وعتاد المحتل اضطر السلاطين للاستسلام بعد عجزهم عن المقاومة العسكرية قاوم المسلمون الاحتلال بعصية مدني ومنع ابنائهم من الذهاب للمدارس الاستعمارية فقام المحتل بمكيدة عظيمة في عام 1893 ميلادي اتفق محتل نيجيريا ومحتل الكاميرون على تقسيم القبائل المسلمة لإضعافها فقسموا شعوب الهاوسة والفولاني إلى قسمين كان كل قسم تحت محتل كان النصيب الأكبر للفرنسيين فقد احتلوا أكثر من ثلاث أربع الكاميرون والربع الآخر تحت الوصاية البريطانية وفي عام 1960 ميلادي استقلت الكاميرون برئاسة أحمد أيجو وفي عام 1961 ميلادي اتحت أجزاء الكاميرون وسميت جمهورية الكاميرون الاتحادية مكث أحمد أيجو في رئاسة البلاد عشرين سنة ثم قدم استقالة مفاجئة استلم بعده بولبيا من نصارى الجنوب وما زال يحكم البلاد منذ أكثر من أربعين سنة اشتركوا في القناة